صبحكم بالخير اليوم الأربع 1 نوفمبر بداية شهر نوفمبر بيبدأ والأمر موجود ببرش الشوزاء بداية حلوة لمواليد الأبراج الهوائية مواليد برش الشوزاء بالطليعة أكيد لأن الأمر ببرشهم كمان في عنا يوم حلو لمواليد برش الميزين وكذلك مواليد برش الدلو كيف بدأت تكون كل الأبراج؟ نسمع سوا مواليد برش الحمل الأجواء اليوم نشيطة عنكم بداية الشهر مهمة بعتبر أنه فيه نوع من تقدم عنكم لأنكم عم تتقدموا وبخطوات كتير كبيرة الأمر ببرش الجوزاء يعني الحركة يعني الكلام يعني التواصل وبالتالي ما تتخيلوا أنه رح تقدوا عقلين أو رح تقدوا سيكتين أو عادين بمكتبكم أو بمطرحكم كل الوقت بالعكس حضروا حالكم لنهار طويل ونهار في حركة والحركة فيها اليوم بركة بالنسبة لبرش الثور يوم جيد استفيدوا منه هالأمر الموجود في بيت المال قد يسمح لكم بتبادل بعض المعلومات وبعض الخبرات أنتوا بهالفترة بهذا الشهر بيأمس الحاجة إلى الأصدقاء إلى المتعاونين معكم مش إلى المشكلجية أو إلى الأعداء لأنه هذا شهر مخاصمكم فلكيا وبالتالي استغلوا الفرصة لحتى يصير فيه أخذوا عطا مع الآخرين سيروا شوي وبالنتيجة بتطلعوا أنتوا مبسوطين والكل مبسوط من حولكم وبتبعدوا عن المشاكل الأكثر حظا من المشتري 30 نيسان أبريل واحد أيار معيون نروح لبرش الشوساء يلي الأمر ببرجه يعني شهر أمري جديد عم يبدأ وشهر شمسي كمان جديد عم يبدأ الأجواء أكثر من رائعة القوة اللي عنكن إيها اليوم بتخلي بقية الأبراج تحسها لأنهم أخرى وأنت سباق وأنت سابقون الفكرة اللي بتوصل لك سرعة الخاطر عندك إيها اليوم مميزة حلوة مهضومة قوية ومدهشة للآخرين في ناس اليوم رح تتفاجأ كيف أنت عم تخطرع بيلك هيك أفكار بناء جدا اليوم أنت مبدع بعملك بشغلك وبكل شيء أنت بتشتغل عليه طلب وتمنى منروح لبرش السرطان بعده الجو بليد معلي ما تزعل بكرة الجو رح بيكون مختلف كليا ورح تكون كتير مبسوط اليوم معليش عد وانطور عد وانطور طول بيلك عد للعشرة خد نفس عميق كون صبور 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 لأنه الجو بيستاهل منك أنك تطول بيلك ما رح تكون زعلين لكن إذا بتتسرع بتتهور ايه معقولة تندم لذلك بيقولوا غلطة الشاطر بألف غلطة منكمل مع برش الأسد اليوم وليس غدا اليوم بتشتغلوا اليوم بتخلصوا بداية الشهر أنا بعتبرها سريعة نشيطة متطلبة بكرة وبعد بكرة الجو ما رح يساعدكن فيلي عنده شغل اليوم وبكرة وبعد بكرة أو بهتلات أيام يخلصوا اليوم هايدي نصيحة فلكية اليوم النهار بيساعد بيحط إيده بإيدك وإذا بدك خدمة إذا بدك مساعدة ما تستحي تطلبها ورح بتلاقي مين يساعدك اليوم يمكن معلومة صغيرة بتحلل لك عفوا مشكلة كبيرة ما المفروض يكون فيه مشاكل أصلا منكمل مع برش الأعذراء مواليد برش الأعذراء بعدك تنتمي إلى مجموعة الأبراج القوية يلي الضوء مصلت عليها يلي الجو عندها قوي جدا يلي بتعيش فترات كتير مهمة هالفترة المهمة بتخولك إذا نجحت فيها تطلع إلى مرتبة أفضل يمكن بنظر الآخرين يمكن بشغلك يمكن بمدرستك يمكن بتتخرج يمكن تمرق بامتحان صعب وتطلع ربحان ومبسوط جدا رجاء كونوا جديين بعملكم بشغلكم من كل قلبكم اليوم نشتغلوا كتير بكرة فيكم ترتاحوا نتفي وتنزلوا هالهم يلي لازم يكون حذر أكثر من غيره 23-24 أب أغسطس الأكثر حظا مواليد 14-15-16 سبتمبر ميكمل مع برش الميزان يلي اليوم الأمر بشكل مثلث مع برشه أكيد فيه طاقات كتير حلوة تدعم مواليد برش الميزان معلومة بيعرف فيها بأي شيء أي محيط أنت موجود فيه اليوم بتبدعوا مواليد برش الميزان كنتوا صغار أو كبار نهار كتير حلو ضحكتكن حلوة بسمتكن حلوة عشرتكن حلوة والشمس الموجودة هالفترة ببرش العقرب وبعدين رح بتكون داعم لألكم ماديا ومعنويا منكامل مع برش العقرب يلي الشمس بيبرجوا والمريخ بيبرجوا بولود دا برش العقرب شو ما صار مطلوب منك أنك تتكيف وتتقبل الأمر الواقع بمعنى مش أنه تردخ لكل شيء لكن في أمور بدك تتقبلها وتشتغل عليها تدور تدوير الزوايا لحتى تظبط الأمور وبتقدر خاصة إذا قدرت دفشت الموعيد المهمة لليومين المقبلين تطلع النتيجة أفضل أما اليوم بالنسبة لليوم فهو يوم للتعاطي مع الأمور بجدية التفاصيل 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 تتكيف مع فكرة أنه في أشخاص رأيهم مش من رأيك لما بتتقبل هذا الواقع بيسهل عليك هذا اليوم وبتشتغل معه هالأساس وبكرة مثل ما بيقوله صباح رباح بتعمل اللي بدك منروح لبرش القوس مثل ما قلت مبارح يوم صعب يوم بيتدخل بكل شيء بينزع لك نهارك يمكن إذا أنت مشيت بهالموجة أجواء معاكسة يمكن جو متعب يمكن من البيت فيق معصة يمكن الأهل يمكن الجيران بتروح الشغل سيارة ما بدأت تمشي مثلا بتمشكل على الطالع والنازل هيدا الجو العام لأنه قلتلك هلأ مفروض هيدا كل اللي قلته ما يتطبق وبالتالي فيك تقضي نهار عادي طبيعي الخيار بإيدك بنروح لبرش القوس نهار سعيد نهار نشيد لكن أبو عجقة هذا اليوم في عجقة كتير في مقتطلبات من هذا اليوم قد تشعر بالتعب الجسدي والنفسي بتحس حالك أنه ما عم بتلحق مش عم تستوعب مش عم بيصير سواء أنت بريونيون سواء أن كنت بالشغل بالمدرسة بالجامعة مش عم تستوعب كل شي بدك تركز تركز ما تفكر بشي ركز على اللي عندك حتى النتائج اللي بتعطيها تكون جيدة أو اللي بتاخد المعلومة تكون صحيحة نهار متعب صحيحاً صحيح لكن اليوم أفضل من بكرة اليوم أفضل من بكرة منكمل مع برشة دلو مولود برشة دلو هالأمر الموجود بالبيت الخامس في برش الجوزاء برش كتير حلو كتير صديق لك كتير بيغنجك كتير بيدللك وبيحول الأمور من حولك إلى ضحكة إلى بسمة وبيخفف المتاعب يعني بشكل أنه بتحس أنه اليوم ماشي الحال نفس الأمور الموجودة اليوم نفس هذا اليوم بحطه بكرة بكرة متعب فاليوم استفيد من نوعية الوقت اللي رح بتساعدك نلحظ الموجود اليوم المثلث الفلكي من الأمر موجود برشة دلو أنت برشة الهوائي أيضاً الجو بيساعد بيخفف الضغط حتى الأمور الصعبة بتسهل الغلطة يمكن ما حدا يشوفها بكرة لا بكرة بيشوفوها برشة الحوت مواليد برشة الحوت معلش ما تزعل من الناس اللي بيحبوك أو اللي أنت بتحبهم إذا فكرت شوي رح بتلاحظ أنه يمكن القصة منها كبيرة حتى ولو كبيرة مثل ما بيقولوا طول بالك عدل العشرة عدل العشرين فيه احتمال يكون فيه عندك اليوم حركة كتير حلوة بالبيت عم بتغير عم بتشتري شيء فيه هدية فيه كأدوم فيه تغيير عندك بالبيت صفحة مختلفة يمكن أخد قرار جذري يمكن مش عاجب الآخرين لكن أنت مرتاح بكرة وبعد بكرة ما حدا بيقول يا محل الكحل بعيونك لكن مش إنه يا رايح كتر أبيح بدك تطول بيلك اليوم وتترك ليطلع الضوء بكرة خاصة موالي 19-20 شباط فبراير هيدا سحل هيدا كانت أبراجنا لليوم بتمني لكم نهار كتير حلو بنلتقي بكرة إذا الله راد أبراج جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر